هذه أبرز العناوين عبدالرزاق حمد الله يرد بقواتنا على وحيد خاليلوزاتش ويؤكد الجهزية للعودة إلى المنتخب الوطني المغربية أخيرا خاليلوزاتش يقترب من استداء نجمين جديد إلى المنتخب المغربية اجتماع سيري يقرب مغضوبا عليه من خاليلوزاتش إلى برشلونا والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس عبدالرزاق حمد الله يرد بقواتنا على وحيد خاليلوزاتش ويؤكد الجهزية للعودة إلى المنتخب الوطني المغربية فاز فريق الاتحاد على مضيفه الأهلي بنتيجة أربعة لثلاثة خلال مباراة دير بجدة التي جمعتهما أمس السبت في الجولة الثانية والعشرون من منافسة دور كأس الأمير محمد بن سلمان وتقمص عبدالرزاق حمد الله دور البطولة لفريق الاتحاد جدة بعدما سجل ثلاث أهداف في الدقائق السابعة والواحدة والعشرون والواحدة والتسعون فيما سجل رومانينو الهدف الرابع في الدقيقة الواحدة والأربعون ورفع الاتحاد رصيده إلى 51 نقطة في صدارات الترتيب وتوقف رصيد الأهلي عند النقطة الخامسة والعشرون في المركز التاسع ودار حمد الله في هذه المباراة جهزيته الكاملة من أجل العودة للمنتخب المغربي بعدما عبر في وقت سابق عن رغبته في الدفاع عن قميس الأسود في انتظار قرار المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش الذي لم يحسن بعد في اللائحة النهائية التي سيستدعيها في المبارتين الفاصلتين ضد الكونغو الديمقراطي في مارس المقبل في إطار الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم قطر 2022 أخيرا خليلوزيتش يقترب من استدعي نجمين جديد إلى المنتخب المغربي من المرتقب أن يستدعي الناخب الوطني وحيد خليلوزيتش عز الدين أونحي لعب أونجال فرنسي خلال المواجهة الحاسمة أمام الكونغو الديمقراطية برسم ذهب الدور الفاصل المؤهل لنهائية كأس العالم قطر 2022 وأفدت وسائل الإعلام أن وحيد خليلوزيتش لا يتخلى أبدا عن أونحي متوسط ميدان أونجال فرنسي الذي سيكون من بين العناصر التي سيتم الاعتماد عليها ضد الكونغوليين في موقعة قوية سيكون زملاء أشرف حكيم مجزمين بالانتصار فيها من أجل بلوغ المونديال للمرة السادسة في تاريخ المغرب وسينطلق المعسكرة التدريبي للإستعداد للدور الفاصل يوم الاثنين واحد وعشرون مارس القادم بالمنكز الوطني لكرة القدم محمد السادس بالمعمورة وحسلة اجتماع سري يقرب مغضوبا عليه من خليلوزيتش إلى برشلونة كشفت تقارير صعفية هولندي أن اجتماع جمع بين فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم مع وكيل أعمال الدولة المغربين والساير المزروية المرشح بقوة للانضمام إلى النادي الكتالونية ووضحت التقارير نفسه أن رايول عقد اجتماع ما هو الابورت رئيس نادي الكتالونية لمناقشة تفاصيل صفقة مزراوي بالإضافة إلى إيرلينغ هالند أكدت ذات المصادر أن النجم المغربي قد يوقع عقد انضمامه مع برشلونة في الفترة المقبلة تجدر الإشار إلى أن عقد مصير مزراوي مع فريق آيكس مستردام الهولندية ينتهي مع نهاية الموسم الكراوي الجاري جراء الاعتداء على حامل الكرات أحمد مرتضى منصور يقدم اعتداره لجماهر الوداد والمغاربة تقدم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المصري أحمد مرتضى منصور باعتدار رسمي لجماهر الوداد الرياضي والمغاربة عامة على تصرف أحد أفراد التقم الفني بالفريق المصري وفي تصريح لموقف سيت أنفو أعرب أحمد مرتضى عن أسفه الشديد على تصرف عضو التقم الفني بالزمالك مؤكدا أن رئيس الفريق مرتضى منصور قرار طرد المعنية وتابع أن هذا التصرف لن يسئل العلاقات الطيبة التي تجمع الشعبين وتقدم باعتدار لكافة جماهر الوداد والمغاربة على التصرف اللارياضية واعتد المدرب العام للفريق مدحة عبدالهادي على أحد حامل الكرة في المباراة الوداد والزمالك ما كلفه بطاقة الحمراء مباشرة من حكم المباراة ثم اضطرد من الفريق بقرار من رئيس الفريق مرتضى منصور يذكر أن مباراة الوداد والزمالك خلصت بانتصار الفريق المغربي على ضيفه بثلاث أهداف مقابلة واحد في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على أرضية مركب محمد الخامس لحساب الجولة الثالثة من المجموعات بدور الأبطال كارتيرون الحكم ملعب لصالح الوداد وخسرنا بأخطاء فرضية عرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن حزنه بعد خسارة فريقه أمام الوداد المغربي بدور أبطال أفريقيا وتلقى الزمالك خسارة قاسية أمام ضيفه الوداد بنتيجة ثلاث أهداف لهدف يوم أمس السبت في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدور أبطال أفريقيا وقال باتريس كارتيرون في المؤتمر الصعفي عقب نهاية المباراة قدمنا مباراة جيدة وتعرضنا للخسارة بسبب بعض الأخطاء الفرضية وأضاف تقدمنا بهدفين في بداية المباراة ولكن المنافس نجح في العودة بتسجيل هدفين بسبب بعض الأخطاء الفرضية للعبين وتابع امتلكنا الكرة في الشوط المباراة الثاني لكن لم ننجح في ترجمة السيطرة بتسجيل الأهداف إلى أن سجل الوداد الهدف الثالث أيضا بسبب أخطاء فرضية وانتقد المدير الفني للزمالك حكم مباراة فريقها مؤكدا أنه لعب مباراة في اتجاه واحد فقط وهو مصلحة الوداد المغربية مما أثر على اللاعبين داخل أو خارج الملعب وأتم باتريس كارترون تصريحتها مؤكدا حصول الوداد المغربي على دفعة قوية بحضور جماهيره بعدد كبير عكس ما يحدث في مصر حيث يلعب الزمالك في ظل حضور عدد ضئيل من الجماهير وتجمد رصد الزمالك عند نقطة في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة التي تصدرها بيترو أتليتيك بسبع نقاط ويأتي الوداد المغربي الثاني بالستة نقاط فيما يتديل استقراد الترتيب بنقطة واحدة حاكيمي ينضم إلى قائمة المصابين بباريسان جرمان بعدما تم سحب اسم لاعب أشرف حاكيمي من لائحة الفريق التي وجدت فريق سانتيتيان يوم أمس السابت في إطار الجولة السادسة والعشرون من الدورة الفرنسية أفاد الجهاز الطبي لفريق باريسان جرمان بأنه قرر منح اللاعب راحة مدتها بين 48 و72 ساعة وحسب بيان على الموقع الرسمي للفريق الباريسية فإن حاكيمي يعاني من آلام في عضلة الفخيض وهو ما يعني انضممه إلى قائمة مصاب الفريق التي تضم صرخ راموس وأندري هريرا ولياندرو باريديس وليفين كورزاو مدرب حرية الغيني بعد مواجهة الرجاء للأسف في كرة القدم لا ينتصر الأفضل دائما معبر سمح سيكوبا مدرب فرق حرية الغينية عن استياءه بعد الخسارة أمس الجمعة بهدف دون رد أمام رجاء رياضية لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعة لدور أبطال أفريقيا وقال ربان الفرق الغينية للأسف في كرة القدم لا ينتصر الأفضل دائما قدمنا مباراة في المستوى لكن التركيز عبعنا وتابع صنعنا العديد من الفرص السانحة للتسجيل لكن ما يعب عنا هو إهدار كرة سهلة وبطريقة محزنة وهذه لم تكن المرة الأولى التي يحدث فيها لنا ذلك وأضاف حسابيا لم نقص بعد لا يزالت هناك تسع نقاط سنقتل من أجلها وسننتظر ماذا سيحصل بعد ذلك ويتضيل الفريق الغيني سلم الترتيب العام برصيد سفر النقطة علما أن رجاء رياضي ينفرد باستدارة بتسع نقاط متبعا بأمازول الجنوب إفريقي بستة نقاط ثم وفق سطف الجزائري بتلات نقاط